أعتقد بأن الحالة التي أظهر عليها الآن ربما تعطي أو تعكس الواقع الحقيقي للمنطقة هذه وهي منطقة علقان شمال منطقة تبوك كما هو معروف يعني عدد من المناطق أو المراكز تحديدا في شمال تبوك علقان والظهر وجبل اللوز أيضا ومنطقة الزيتا كلها منذ الساعة السادسة صباحا صباح هذا اليوم بدأت الثلوج في التساقط بشكل كبير جدا يعني من خلال التقائي بعدد كبير من الأشخاص المتواجدين ومن أهل منطقة علقان تحديدا ذكروا لي بأنه من خمس إلى ست سنين ميسون لم تسقط بمثل هذه الكمية خلال السنوات الماضية كانت هناك أنباء عن سقوط ثلوج خفيفة وتحديدا جنوب منطقة تبوك إلا أن بعض المصادر أكدت بأنه مع الساعات الأولى من فجر هذا اليوم الجمعة سيبدأ تساقط كبير للثلوج ربما نشهد في المنظر الآن كما يظهر على الكاميرا الجبال عندما وهي رؤوس الجبال وأيضا قمم الجبال ومعظم مناطق الجبال وسفوحها مغطاة بالثلوج كما هو الحال في المسطحات والأراضي الكبيرة لمنطقة علقان ترجمة نانسي قنقر